من يقول إن اليهود والنصارى في زمننا هذا ليسوا أهل كتاب كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك لا يجوز الزواج منهم هل قوله صحيح؟ هذا كلام باطل الله سمىهم أهل الكتاب وأباحى التزوج من نسائهم العفيفات العفيفات عن الزنا المحصنات والمحصنات منها للكتاب ما هنا المحصنات؟ العفيفات عن الزنا سواء زنا علني أو زنا خفي غير مسافحات ولا متخذات أخدان يجوز الزواج منهم والله باح هذا إلى يوم القيامة وأن تعترض على الله وتقول لا ما هم بها الكتاب من يقول هذا؟ نعم ويوم ينزل القرآن وهم يقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون المسيح ابن الله ومع هذا سماهم هالكتاب نعم ترجمة نانسي قنقر